كشف المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان عن حصوله على 33 شهادة جديدة حول تعذيب الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية أوضح المرصد أن الشهادات الجديدة أكدت استمرار تعذيب واستخدام طرق جديدة منها الحقن بمواد غير معروفة مؤكدا أن استمرار تعذيب في المعتقلات الإسرائيلية هو نتاج ترك سلطات الاحتلال دون رقيب من الهيئة الدولية المعنية بهذه الأمور دعيا المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توفيق أو توقيف بحق القيادات العسكرية التي تقف خلف جرائم التعذيب بوصفها جرائم حرب